بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا متعودين أن يوم الحد بيكون اليوم اللي احنا بنحاول نحصن فيه بيوتنا وأسرنا من كل الهجمات اللي بتيجي من هجمات الغضب والديء والملل والكآبة كل الهجمات اللي بتيجي وتخلينا في حالة تهديد وتسبب لنا أوجاع سواء التهديد ده من داخل الأسرة أو حتى من براه زي ما بيتدخل الأهل في شؤون الأسرة وإحنا كنا عملنا حلقة فاتت عن كيف نتعامل مع تدخل الأهل في الأسرة النهاردة هنتكلم عن حاجة شوية حاجة مقلقة حاجة مقلقة مع أن هي بدايتها كده بتبقى زي الشرار ولذلك احنا عندنا حاجة مهمة جدا حضرت النبي علمنا أن احنا ما نستهنش بالأشياء الشرسة الأشياء المخيفة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بيها في النار سبعينة خريفة فعلمنا أن احنا ما نستهنش بالحاجات البسيطة ليه طيب قالوا لإني على فكرة أوسع قبر بيسوي أظهر خرق الجواز ده سفينة فأي خرق ممكن يغرق السفينة دي وعشان كده احنا هنتكلم النهاردة على حاجة كتير من الناس عايزين يحطوها في خانة الايه المسكوت عنه لكن للأسف احنا مش نسكت عنه حنا نتكلم عنه احنا نتكلم النهاردة عن الخيانة المتعلقة بالخيانة الالكترونية والخيانة الزوجية الخيانة الزوجية حالات متكررة ولما بقول حالات متكررة ده مش تبرير ولكنه تفسير لماذا نحن نتكلم عن الخيانة الآن وعشان كده لازم نعرف ان الخيانة قد تكون من الرجل والمرأة من الاثنين ولازم يكون عندنا حسن استقبال للمخطئ يعني ايه يعني احنا لازم واحنا بنتعامل مع المخطئ اللي هو عمل الخيانة دي لازم نعرف ان الخيانة مش معناها انتهاء العلاقة الزوجية ولازم نعرف قد ايه مقدار الخيانة دي وتكرارت قد ايه بس احنا نتكلم النهاردة عن الخيانة الالكترونية بصفة خاصة عشان هي عاملة في البيوت زي النار في الهشيم سوء استعمال السوشيال ميديا بقى في المرتبة التالتة او المرتبة الرابعة من اسباب الطلاق فاحنا نتكلم في حاجة خطر لما نحط ديبقى سوء استعمال السوشيال ميديا في الخيانة المسألة بتبقى صعبة قوي لان السوشيال ميديا اصلا بطبعها ممكن تبتلع افراد ومجتمعات واحنا مش معنى كده ان احنا عن نلغي السوشيال ميديا من حياتنا بس لازم يبقى عندنا قليات لترشدها وعشان كده لابد من وجود تواصل ما بين الزوجين عشان نفهم القصة تعالى اقول لكم اول حاجة لما بتحصل الخيانة الالكترونية اكيد الخيانة الالكترونية دي بتكون في السر فاول حاجة بتحصل للشخص اللي بيخون الخيانة الالكترونية اقول لكم الحقيقة يعني هو بيجعل الله سبحانه وتعالى اهوى النظرين اليه سواء كان زوجة او كانت زوجة هو كمان لما بيعمل الخيانة الالكترونية دي هو بيستجيب لنفسه الامارة بالسوق وعلى فكرة لازم اقول لكم ان مش بس العدو اللي موجود لنا هو الشيطان لكن في عدو اشد منه النفس الامارة بالسوق ان الشيطان نفسه مش هيقدر ينفس حياة كتيرة غير ببق بمساعدة النفس الامارة بالسوق ولذلك وما ابرق نفسي ان النفس الامارة تم بالسوق وعشان كده الله سبحانه وتعالى اشار على ان اللي يزكي نفسه والفالح ونفس وما سواءها فالهم فجورها وتقواها قد افلح من زكها خلينا اقول لكم الخيانة حتى ولو كانت الالكترونية لا مبرر لها تعالوا نفرق ما بين مفهومين مفهوم الخيانة بمعنى الزنا ومفهوم الخيانة بمعنى خيانة القيمة خيانة العهد خيانة المحبة خيانة الإحسان خيانة الفضل فاحنا لما بنقول خيانة الالكترونية بنقول للمصطلح الدارج صحيح احنا مش هنقول ان دي زنا الأجساد لكن احنا بنتكلم في حاجة تانية خالص بنتكلم في كسر الخواطر وعشان كده احنا بنتكلم على السوشيال ميديا وخيانة السوشيال ميديا احنا بنتكلم عن حاجة موجعة محدش يستخف بيها محدش يجي لما زوجته لما يحصل من الزوج هذه الخيانة يقول لها انا ما عملتش حاجة ده مجرد كلام ولا هي تقول له كمان انا ما عملتش حاجة ده مجرد كلام ولا حتى تقول له مجرد صور ولا هو يقول لها ده مجرد بس شتات لا ده شيء بيفرغ الانسان احنا مش مدركين ذلك من ابشع ما في الخيانة الالكترونية انها ادمان عارف لما حد كده يتعلق بحد بيغويه فيفضل متعلق بيه لانه في جيل وقت اللي هو لازم يقابله او لازم يكلمه فيجر عليه اهو ده تولي عزو بالله اللي يخليك اسير لغير الله سبحانه وتعالى يخليك حاسس ان انت بقيت زليل بقيت مهان مكتب من الناس بعد ما بيعملوا الحاجة دي زي ما بيعملوا خيانة طبيعية الخيانة الجسدية بيحس بنفس القرف اللي بيقرفه من نفسه وعشان كده الخيانة الالكترونية دي حاجة مش سهلة ما نستهنش بيها وما نستهنش بالأثر اللي بيحصل في قلب شريك الحياة لما يكتشف ده صحيحنا عن التكلم في وقت تاني في مخالفات التجسس والتحسس والسعي خلف الزوج والزوجة وازاي ده تممكن يدمر البيوت بس خليون نتكلم نتكلم على ان اثر ده اثر بشع في قلوب الزوجين لازم نقول ان واحنا بنقول ده واحنا بنقول بان الشخص ده شخص مش واثق من نفسه شخص من زي ما هو بيوهم نفسه عارف اول ما بتبتدي الخيانة الالكترونية بيقول لنفسه ايه؟ زي المدمن بالزبط كل شيء under control كله تحت السيطرة ولكن هو ايه اللي حاصل؟ سمع هو نفسه كل انا لما بطل هقدر ابطل وما يحسش غير ان هو زي ما بيقوله في الادمان كده نزل في الزحليقة احنا عايزين نقول مع كنا بنقول كل الكلام ده ده ما يعنيش ان احنا بنقول ان الخيانة الالكترونية بتحصل وكل السبب فيها هو اللي خان لكن هلازم نقول حقيقة الخيانة الالكترونية بتحصل في اوقات كتيرة وبالطرف الشخص اللي خان هو صاحب الجريمة الكاملة لكن في حاجة غلط كمان بتحصل من الشخص اللي تخان اللي هي ايه؟ ان هو في حاجة كانت نقصة في التواصل ما بينه وبين زوجته او بينه وبين او بين زوجها في حاجة نقصة هي اللي دفعت ان يحصل للخيانة الالكترونية في حاجة بيسألني هي خيانة الالكترونية غير الخيانة الطبيعية او طبعا خيانة الالكترونية اسهل والخيانة الالكترونية اسوأ اسوأ في ايه؟ قالوا الخيانة الالكترونية لانها اسهل بيبقى الادمان فيها اكبر ولذلك احنا بنقول للناس لازم تكونوا مساعدين بعض عشان نمتنع عنده وخاصة ان انت عندك التلفون في ايديك طول الوقت فمن السهل جدا 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 ان يتقلب عليك سبب الادمان طول الوقت وكل ما ترجع التلفون يعملك انتكاسة زي ما بيعمل لإيه زي ما يعمل للناس دي فاحنا لازم نكون مع بعض بنعمل بحديث رسول الله ان احنا بنسان البعض حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلومة فلما سألوه يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال ان ترده عن ظلمه وعشان كده انا بتكلم النهار ده من مدخل شوية مختلف ان بعد حدث الخيانة بيأتي بقى حالة من حالات التعيير من الشخص المخدور به او من الشخص اللي تمت الخيانة في حقه لكن التعيير واللوم ده بيأدي الى الوصول الى حفة الهوية والشخص لو هو اللي هو اذنب واللي هو خان وابتدى بداية صحيحة وتاب وكانت دي اول مرة وخيانة ما كانتش كثيفة لازم نساعده وننصره لكي يخرج من هذا الذنب لكن ان احنا نضغط عليه باللوم وبالتعيير انا قاسف ده هيوصله للفجر عارفين يعني ايه يوصله للفجر انه هو يفجر وايه اللي يحصل ويتبجح بهذه الخيانة فحنا عشان كده ايه اللي حاصل لازم نساعد الناس اللي اعلن توبته ولذلك اول ما حد بيجي يقول لي حصلت خيانة الالكترونية بقول له ايه بقول له انتظر بيقول لي يعني ما تطلقش بقول له انتظر بقول له انتظر ليه احنا عايزين نشوف تلات حاجات كثافة الخيانة دي قد ايه حجمها قد ايه ووصلت لغاية فين لان فيه بعض الاحيين حجم الخيانة بيعني ان فيه تحول في شخصية الشخص ده بتحتاج الى تغيير قد نضطر فيه الى علاج وقد يكون جزء من العلاج هو البعد بس ده مش في كل الحالات فبنحتاج ان احنا نعرف كثافة الخيانة كانت ايه وطاني حاجة بنحتاج ان نعرف هو الشخص قد ايه هو ندمان وقد ايه هو بيعاهد وقد ايه هو مصر على انه يخرج الحاجة التالتة اللي احنا لازم نعرفها كمان هو ايه السبب اللي وصله لده فاذا المسألة محتاجة تأني اول حاجة ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لا تكن عونا للشيطان على اخيك وهو قد ارتكب ام الكبائر شرب الخمر وجلت فيها فاحنا لازم نكون عام في حالة اتزان في بعض السيدات رايحة للزواج من ناحية الامومة فلازم في بعض الاحيان بتضرب ابنها عشان ما يعملش كده تاني وتفضل تصر ان هي تضربه وتلومه وتقرعه وعايزة تأذيه وعايزة توجعه عشان يبطل الغلط اللي هو عمله ده في كتير من الاحيين ده ما بتنفعش مع الكبار وما تنفعش ان احنا نعملها كده ازاي انت بشعت او الخيانة الالكترونية وجايد الوقتي بتقول لنا ان احنا لا تسامح معا انا بقولنا تعامل معا تعامل متزن ولا نرضى بها ده الشكل الصحيح ان احنا ما نرضىش بيه علشان كده هتلاقي فيه صراع مزمن مع مشاعر داخلنا احنا نساعده على انه يخرج من ده ولا هو في الحقيقة الجرح اللي حصل لنا دي نهاية العالم انا دايما بقول للناس اي جرح بيحصل لكم في نفسكم مش نهاية العالم فاحنا محتاجين نحط كل حاجة على الترابيز لما تحصل خيانة الالكترونية لازم نحط كل حاجة على الترابيز اول حاجة اول اجراء لازم نعمله عشان نبقى واضحين قوي اول اجراء لازم نعمله لما تحصل ونكتشف جريمة الخيانة دي أول حاجة لازم يحصل فيه اعتذار اعتذار واضح وتوبة واضحة وهذه التوبة الواضحة وهذا الاعتذار الواضح يكون اعتذار وتوبة مطيبة للخاطر الشخص اللي حصل ده في حقه وإلا هتبقى المسألة في غاية السوق يبقى لازم يبقى فيه اعتذار وتوبة حقيقية ما يجيش واحد وهو بيعتذر يقول ما انت اللي غلطانا لا 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 كده يبقى انت لسه حتى الآن معرفتش غلطك انت لازم تعرف غلطك ففي الاول خالص لازم يبقى فيه اعتذار وندم ومعاهدة على اني ده مش هيتكرر مرة تانية بعد كده ايه اللي يحصل ساعة ساعة مش اكتر من كده يتسئل الشخص فيها اللي هو حصلت منه الخيانة دي عن ايه اللي حصل ويجاوب عليه يجاوب عليه من غير ما يطلب ما يرفض الجاية على اي سؤال طب ولو حصلت ملامة في الساعة دي يسمع لاني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعو فإن لصاحب الحق مقالة ده شخص مغدور بي فيحصل كل الكلام ده في الساعة دي يتجاوب على الاسئلة ولو فيها ملامة نقولها في الساعة دي وبعد كده بنقفل الباب ده بنقفل الباب ده ليه عشان نفتح باب تاني للتعافي ما بينفعش التعافي بالكلام ودي الخطأ اللي بيقع فيه الناس في البيوت دايما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الناس لازم تتغير فحضرة النبي قال لقد تابت توبة اللي وزعت على سبعين من أهل المدينة لكفتهم لازم التوبة تكون حقيقية عرف حضرة النبي ان التوبة حقيقية ازاي ان كان هنا ده خطة للتوبة ايه الخطة اللي كانت عندها من التوبة حضرة النبي ردها قال لها روح لغاية ما تفصم ابنك فراحت ردعته ورجعته معاه في كسرة اذا هو ردها فهي عندها خطة للتوبة فاحنا لازم يبقى عندنا خطة للتوبة يبقى بعد ما يبقى عندنا اعتراف وعندنا ساعة مصرحة بنخرج كل حاجة بعد كده بيحصل خطة للتوبة خطة للتوبة بتشمل ايه؟ بتشمل تلات حاجات اول حاجة تغيير العلاقة بين العبد وربي يعني هو لو ما بيصليش لازم يكون في خطته انه يصلي لو انه بيتكلم بكلام فيه فحش وفيه تبجح يقلل من ده ويغيره لازم يغير العلاقة بينه وبين ربنا يفتح باب الصدقات عشان يغير من نفسه وده شيء مهم جدا جدا يبقى لازم خطة التوبة يكون فيها التلات حاجات اللي هو اقول فيها يغير ايه علاقته في ربنا يحسن علاقته لانه هو ده تمقتل التوبة الحاجة التانية انه هو يغير علاقته بالاشياء اللي كانت سبب ليقوعه في الذنب ده يغير علاقته بالتليفون يغير علاقته بانه يخلب نفسه في اوقات هو عارف انه هو في حالة احتياج للشهوة فده لازم يتغير الحاجة التالتة يغير علاقته بزوجته او تغير علاقتها بزوجها التالت حاجات دولة لازم يتغيره فيتعامل برنامج فاذا كانت هي ما بتتكلمش مع زوجها تتكلم مع زوجها ما بتطلبش منه الاحتواء تطلب منه الاحتواء اذا كان هو قليل الاعاد في البيت يطول اعادته في البيت ويغير ده فتتعامل خطة والخطة دي يشرف عليها المخدور به يبقى دي تالت خطوة يبقى اول خطوة ببساطة خالص نعمل ايه نتوب ونستغفر ونطلب السماح الحاجة التانية ببساطة خالص نقعد ساعة نسأل الاسئلة كلها ونتجاوب عليها بعد كده خطة للتغيير ويبقى فيها قدر كبير جدا جدا من الاسرار على الاستمرار على الاستقامة رابع حاجة ودي شيء مهم جدا ان تفتح الزوجة او الزوج المخدور به الابواب ما تقفلهاش ما يبقاش الشخص ده لان الشخص ده هو مشتاق ان هو يحس ان حد يبلي ريئه ان هو حد تغفره ولذلك ايه حاصل كل ما تساعد حد عن ده فانت فرقتي عنه او فرقت عنها فعلى طول قولي ان الابواب مفتوحة وهو في المقابل ده يبقى فيه الخطوة الخامسة يقدر الوجع ويقدر المشاعر بتاعة المخدور به فما يفضرش يرح عليه على ان هو خلاص بقى خلصنا خلاص احنا نفضل في ده لغاية امتى لا يقدر مشاعره ويقدر ان هو ازاه بالخمس خطوات دي يمكن يحصل كتير حاجات كتيرة جدا جدا في التغيير في حال الخاين وفي حال المخدور به ويبقى كل واحد فينا عاون للتاني على شيطانه وعاون للتاني على نفسه الامارة بالسوق حالة كلمنا كلام عقلاء مش كلام المصدر اللي كان سبب المشكلة مش كلام السوشال ميديا بدل خانك يبقى ما بيحبكيش لا في ناس كتيرة بتخون ويبتحب بقول لكم الحقيقة يعني وانا كده بلتمس الاعذار ابدا أنا بفسر ما أنا بفسر الأحوال اعتذار لازم يبقى فيه اعتذار حقيقي وندم حقيقي يبان فيه الإصرار على تطيب الخاطر تاني حاجة لازم بلا هوادة يكون فيه جلوس لساعة للمصارحة والإجابة على الأسئلة وفي نفس الوقت قبول اللوم لو كان في ده بعد ساعة خلاص خلصنا وانتهينا من المسألة دي بعد كده لازم يبقى فيه خطة للتغيير ليتعامل فيها في علاقته بربنا وعلاقته كمان بالوسائل اللي كانت سبب في وقوعه في المعصية وفي الخيانة والحاجة التالتة علاقته بالشخص المخدور بيه إزاي هاي سالله بعد الخطة دي لازم الشخص المخدور بيه يفتح الأبواب ويبتدي مشوار للتغاضي والعفو والمسامحة ومش لازم ده يكون في نفس اللحظة وعشان كده لازم يقدر الشخص اللي وقعت منه الخيانة المشاعر اللي عند الشخص ده وإزاي هو موجوعة ويساعده كمان على أنه هو بتطيب الخواطر والطبطب عليه طول الوقت أنه هو يخرج من أزمته بالطريقة دي أظن احنا ممكن نحقق مراد الله فينا في قولي تعالى إن الحسنات يزيبنا السيئات يا رب اجعلنا من أهل الحسنات ويا رب نق حياتنا دوما من السيئات بعد الفاصل ألتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وكمان بتسعدنا وبتشرفنا وعيكون لها دور كبير في الفترة اللي جاية في التواصل بيننا عشان نتناقش في القضايا المهمة اللي تخصنا واللي تخص حياتنا وخاصة حياتنا الأسرية وكمان علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى أول سؤال عندنا النهاردة من الأستاذة سارة من غرداء أستاذة سارة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بس عندي سؤال أنا والدتي من فترة طويلة وهي قطع على قطع بأخوتها نعم والدتي من فترة طويلة وهي قطع على قطع بأخوتها اللهم خلانك يعني اللهم خلاتك خلاتك مش خلاتك طي وسبب المشكلة أخوية وتهوروا معاهم وعملوا يعني عمل معاهم حاجات المفروضة أنها كانت تقفلوا وتقولوا أنه دا عيب بس يعني أنا وأخوتي على قد ما نقدر بنحاول أننا ما نقطعش السلطة الرحم ما بيننا وما بينهم بس المشكلة أنه برضو العلاقة ما بيننا وما بينهم ضعيفة يعني سؤال أو كده وأخويا نفسه دوت العلاقة ما بينه وما بينه مقطوعة بقالها سنين طيب فأنا عايز أعرف إذا كان هو على أعمال وأنا أتحسب على قطع سلطة الرحم معايا ولا لا آه يعني أنت دلوقتي بعد ما روحنا أنت بعد ما ودتينا مع خلاتك روحت لأخوكي فهو خلاتي خلاتي إحنا يعني خليني أنا عايز بس أتأكد نبدو سلطة الرحم حتى عن طريق التليفون لأننا عام بلد ومك بلد أنا بس أعايز أتأكد أنا فهمت سؤالك أنت دلوقتي ما بتكلميش أخوكي فأنت بتقولي لي يا حكم إن أنا ما بكلمش أخويا اللي عمل كل الدوشة دي صح كده؟ بالضبط كده وأنه هو تطول علي وأنا أكبر منه طيب ماشي أنا أقولك حاجة ده أخوكي أخوكي على كل حال والإخوات ما بينفعوش يغيروا أسمائهم وعشان كده الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان اللي بيعفو ويسامح يستحق المغفرة وهو ربنا دلوقتي بيقولك ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت بتحبي بتحبي أني ربنا يغفر لك لو بتحبي ربنا يغفر لك خلاص لو كنت بتحبي أني ربنا يغفر لك خلاص سمحي سمحي كمان لأنه هو في الحقيقة إحنا مش عارفين قلوب ممكن يحصل فيها إيه ممكن هو يكون منتظر منك أنت أن أنت توقفي جنبه أن واحدة من النساء العائلة تحس بيه يعني أنا موافق أن أنت تعودي معاه وتقولي له طب هو إيه اللي حصل لده كله ممكن يكون هو كان منتظر حتى بس يقعد معاه أنا ده مش مبرر لأخطاء خالص أنا بس عشان ما تستغربوش أنا بقول كده ليه لازم تفهمه يا سادة شيء مهم جدا المفتي وهو بيفتي لازم يراعي التغيرات في حياة الناس الناس بقوا مستهلكين مضغوطين وده مش مبرر لقبول أخطاء الناس لكن قبول للناس اللي عندهم سعة في صدرهم أن هما يسمحوا عدد من الناس المسامحة العدد من الناس ده تساعدهم على أن هما يرجعوا مرة تانية أنت بتسأليني أعمل إيه؟ تواصلي معاه وما تقطعوش وأعملي ده حسب الوجه الله سبحانه وتعالى لأن حضرت النبي قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام فأنت أعتبر أحسن لو أنك أنت بديت بالسلام وليس معنا بديت بالسلام يعني مرة ده خيرهم الذي دائما يكون مبادرا فبادر أنت وهتأخذ السواب العظيم وربنا سبحانه وتعالى هيكتب لك البركة في حياتك وفي رزقك في الله توكل على الله معنا الأستاذ عزة من الفيوم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الواكاته أيوة يا فندم حضرتك يا فندم معايش أنا عايزة حضرتك تتحملني شوية أيوة يا فندم سامح ذلك يا أستاذ عزة وهطلب مني أن أنا أتحمل شوية تفضلي تمام معلش عشان قصتي كبيرة قوي لا أبو السحضرتك أقول لك حاجة اختصر ممكن نختصر القصة ونسأل السؤال اسماعيني ليه طيب اسماعيني ليه طيب في حاجات ممكن تتقال في التليفون لكن ما تتقالش على هوا ليه ممكن فيه أسرار كتيرة ما تتقالش لا لا حضرتك مش أسرار ده حاجات كل الناس عرفاها كل الناس طيب ماشي كل الناس تفضلي قولي يلا حضرتك يا فندم أنا اتجوزت من أخو مرة أبوية بالمناسبة ده أكيد ما حدش أعرفه من الناس تفضلي كبير ده كل الناس عرفاها والله حضرتك تسمعني بك تفضلي حضرتك يا فندم بعد ما اتجوزت وقعدت معا 17 سنة جبت منه ثلاث صديان وبنت حضرتك يا فندم جاني مرض سلطان في مقي واصحابي عملوه العملية وشالوه وجه بعد كده وقالي سلطان على القنصر على الجدة وقال لي طلعي اشتغل عشان تصرفي على نفسك طلعت حضرتك اشتغلت في القاهرة وأخذت سنوية عامة وأخذت معا التمريض وثنت نفسه تمام يا فندم أنا دلوقتي قعدت خمس سنين لأبويا شاحتني بسبب مراته عشان أخذ واخواتي ما بيسألوش فيا ليه أخي من أبويا كان كلما يروح لمصر حد يتقدمني بعد العملية خفيت الحمد لله كان يقوم بتعمل بهايد عندها مرض السلطان وحل أشعره في نفس الوقت مش راضيني يستعبلوني في بيتهم قرره ولاده فيا ولادي ما برتفهم شي عملت عضية رؤية لدني في وصف السوير حاربني بأنه مش عايزي خليه لأشوفه لا حاول أخوة أهلا بالله طيب يا أستاذ عزة أنت دلوقتي يعني أنا لو لو أكلم أكلم أخوكي ولا أكلم زوجي أكلم مين ولا مين ده أنا كلها أنا أقول لك أنا أكلم مين أنا أقول لك أنا أكلم مين أول حاجة أول حاجة بس أنا عايزك بس إيه أن أنت عارفة أن في بعض الأحيين إحنا لازم يبقى عندنا مناعة نفسية ويبقى عندنا صمود نفسي فأنا عايزك بس تعرفي أن ربنا سبحانه وتعالى مع كل اللي حصل ده أنت قادرة تكلميني دلوقتي وقدرة تكملي حياتك فأنت عليك أن أنت تكوني وثقة في الله سبحانه وتعالى وثقة أن الله سبحانه وتعالى لن نتركك فخليكي وثقة ده الأمر الثاني أي حق إليك عندي أي حد ما تسيبهوش يعني أنت لو عندك حق أن أنت تشوفي أولادك ارفع قضية وشوفي أولادك ما تسيبهوش حقك ما تسيبهوش حقك ليه لأن أنت محتاجة دعم ورؤيتك لأولادك دي مهمة جدا جدا في حالتك دلوقتي الأمر الثالث والمهم حاولي تتجاوزي أن أنت تقف عند أفعال هؤلاء الناس وخليكي مركزة في الباقي من حياتك لأن حياتك غالية غالية على الله أنت بتقول لي يا أكلم مين أكلم مع الله سبحانه وتعالى أقول له اللهم يا مولانا يا من أنت علمتنا وعودتنا على فضلك وعودتنا على كرمك هذه أمة لك تحتاج إلى فضلك وتحتاج إلى كرمك وتحتاج إلى عطائك وتحتاج إلى تيسيرك وتوفيقك فأسألك بكل ما خبأته من جمالك ومن ألطافك أن تتلطف بها وأن توسع لها في رزقها وأن تجعلها يا ربنا في راحة وفي هناء وفي سرور وأن تلين لها قلوب خلقك وأن تجمع بينها وبين أبنائها يا رب العالمين وأن تجعلها في كنفك وأن تجمع لها بين تمام الأجر والعافية يا رب العالمين فاصل ونرجع تاني نكمل أسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا الأستاذة ثورية من المنصورة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا شيخ؟ نعم وفضل الحمد لله الحمد لله وشكر الله بقول لحضرتك يا شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة جدا وعايزة أستشر حضرتك فيها طيب تفضلي أنا والدي متوفي من ثلاث سنين الله يرحمه الله يرحمه يا رب وكان كتب لنا الأرض بتاعتنا بعقودات وبيع وشيرة ومسجلة العقودات وكذا ومسجلة وكان بيدلنا نص الإراض وياخد نص الإراض طيب المهم لما جهت ورث كانت الأرض بقى مع والدتي واخوية يعني تحت إيديهم تحت إيديهم يعني أيوة تحت إيديهم أيوة يعني هو قعد مسلا فترة في المستشفى كده وفترة مريض فكان اللي بيتولى الأرض وكده آه كانت أيوة أيوة هو عادش اللي يوم واحد في المستشفى طيب المهم الحاجة جات قالت لنا تاني يوم وفاته عندكم الأرض بتاعبكم خدوها اعملوا فيها اللي انتوا عايزين خلاص لأنها مكتوبة باسمكم أي فجات أختي قالت لي طب يلا هبقى أن بيع الأرض تشتري الأرض يا أخوية اللي هو قاعد فيها آه قال ما معيش فلوس هو اللي كان بيزراعها ولا هو اللي كان بيرعيها والد اللي كان بيزراعها كانت متأجرة والد اللي كان بيبشرها طيب مش هو اللي بيزراعها يعني لا موش أخوية بس أخوية قاعد في البيت بقى مع والدي ووالدتي طيب وبعدين وبعدين لما والدي توفى طبعا البيت كان فيه حاجات كتير فيه زارع كتير وفيه حاجات كتير طبعا وكان في فلوس في البنك طبعا احنا بعدها كده بكاميون ركزيني بس سؤالك يا أستاذة السورية انت بتسالي على الفلوس اللي في البنك ولا الزرع اللي في البيت ولا الأرض بتاعتك لهم هو كله متعلق ببعض يا شيخ طيب بسأل على كده اللي لسه هاجيل حضرتك هو فإحنا لا احنا جده احنا جده قربنا نمشي حضرتك قولي لي السؤال بقى لا ليس دع على طول كده فإحنا جينا آآ هم خديت فلوس البنك هي واخواتي التانية الخلاصة دلوقتي انت كده بتسألي الخلاصة دلوقتي ان ماما ان ماما جات لها أرض كانت آآ الحاج كاتبها لها فجات حرامتني أنا واختي ما هو السؤال بقى هي بتقول مش حرام علي وانا انا دايما بعارضها على طول اقول لها حرام ادي لنا حقنا او حضرتك حضرتك أستاذ سراية مفتية ما تقول لها حرام ولا حلال تسأليني وانا جاوبك انت دلوقتي بتسأليها حرام عليها ان هي كاتبت الارض ده لاخكي طب يا فاندم تم والدك قبلها ما كتب الارض ده لي كومنتو لاتنية لا ادبيا بتاعتنا احنا بقى خلاص خلصنا منها لا ما خلصناش استني بس استني ما خلصناش خلصنا ليه استني بس اسمعيني بقى اللي اخر استاذة سراية مش والدك تصرف في ماله على عين حياته ده بتاعته هو أيوه يا فاندي ما تهدي بالك بس، مش هي تصرف في ماله على عين حياته؟ أيوه كويس، فلما تصرف في ماله على عين حياته ده، مش ده جائز شرعاً لأنه هو كامل للأهلية وهو حر للتصرف؟ أيوه والتملك اللي انتوا تملكتوه ده صحيح؟ أيوه طيب الحال ناحية التانية، والدتك برضو، الأرض اللي تخصها هي تخصها هي، مش ده ملكها؟ أيوه وهي كاملة الأهلية ولا محكورة عليها؟ أيوه لا، طبعاً كاملة الأهلية وعندها عقل ومكورة فتتصرف في ماله زي ما هي عايزة؟ أيوه فاللي انت سألت عنه إن هي تصرفت في ماله، اه تصرفت في ماله ده حلال وجائز وما فيوش مشكلة، لكن انت ممكن تسأليني الأرض بتاعتنا اللي زوره منها ورق؟ لا خلاص بقى احنا خلصنا من أرضها بقى، أنا في أرضها بقى، أنا في أرضها هي، هي هي حرة تعمل كده وما تقوليش حلال وحرام تاني يا أستاذ السرائي كتاب ليه بقى يا شيخ بقى، معلش بعد إذن حضر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هي لها أن تتصرف في مالها كيف ما شاءت، دي فلوسها، تعمل فيها اللي هي عايزها زي ما كانت الفلوس فلوس والدك، وتصرف فيها وعمل فيه اللي هو عايزه، أيوه مش هو كتاب لكم إنتوا وماداش لأخوكم؟ لا، كتاب لنا كلنا، لا، كتاب لنا كلنا حتى لو كتاب لكم كلكم، مش هو تصرف في المال ده زي ما هو عايز في حياته؟ أي، أي خلاص، والدتك عملت نفس التصرف، وتصرفت في مالها زي ما هي عايزة، لأن التصرف في حال الحياة، لا، هي ما حرمتش حد، لأن دي فلوسها، هي ما حرمتش حد، إنت تبقى حرمت حد لو المال ده ملكوا منتوا، لكن ده مالها هي، فهي تصرف في مالها كيف ما شاءت، معانا مين؟ أستاذ عمر، لسه معانا؟ أستاذ عمر، أنا معك، أنا معك تفضل أستاذ عمر، أستاذ عمر سلام عليكم عليكم سلام وحكاة، تفضل الأستاذ عمر بلاجة دكتور الحمد لله أنا هختصر لحضرتك، عشان وقت البرنامج، أولا أنا بشكر فريق إعداد البرنامج لأني فعلا فيه أرقام تلفونات، فيه رد، وبشكر حضرتك على ساعة سادرك الله يرضى عنك، تفضل الأستاذ عمر سؤالي سريعا خاص بالخيانة الإلكترونية أنا الأول بناشد أي زوج أو أي مقبل على الزواج بالله عليك إن كنت ستزوج سيدة محترمة ما تغلطش وما تعملش أي نوع من أنواع الخيانة سواء إلكترونية أو غير إلكترونية لأن المحترمة لا تقبل ذلك الموضوع بتاعي أخطأت خطأ فردي فأول زوجنا أصدق فردي يعني مرة واحدة مرة واحدة يبقى أنت فهمت الكلام اللي إحنا قلناه في الحلقة أيها فنم وحصل إن كانت أخطأ غير الخيانة مثلا كنت بكزيب الخيانة في حاجة اسمها منظومة الخيانة بيبقى فيه مع الخيانة كدب واخداع ولوع وحاجات زي كده ولف ودوران طيب الخلاصة عشان أقتصر الوقت أنا من شهور ومع أني زوجتي مع شهود أخوتها الكبار لأنها أصغرهم والكبار إن شاء الله على راسي من فوق وهم قباري كمان أني أوقفت حياتي بأن أي خطأ هيبدر مني سواء بالكزب أو بالخيانة فده مع انتهاء حياتي بالرغم أن فيه طفلين حالين في حياتنا ربنا يحفظهم عفاء وسلام وفي المدارس الكلام ده من شهور صبرت المشكلة يا دكتور يعني أنا كان نفسي أنها تحضر لأنه كنت باتتصل وهي كانت متواجدة لكنها نزلت فكان نفسي أنها تحضر وأنا بكلم حضرتك الحلقة تنزل على السوشيال ميديا وممكن تسمع عن كلام لما أنا مسجل كمان مسجل حضرتك في كلمة دي عشان أنا محتاج كلمة حضرتك تعال أقول لحبيبك بقى حاجة عشان بس نختصر الوقت أنت دلوقتي اللي أنت فيه اللي أنت حاسس أن الدنيا فيه بلوك أنت حاسس أن أنت فيه حيطة قدامك وما بيحصلش أي استجابة صح؟ لحد النهاردة بتعامل بتعامل بخطأي لحد النهاردة وأنا أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم تلاتة أنا توب تتوبى نصوحة من كله من الكذب ومن الشيء أتفضل أتفضل أحنا رحلة التعافي عشان بس وعشان كده قلت فاكر الخطوة الخمسة بتاعتنا كانت إيه؟ أيها فنم أعدر أعدر طيب إسمع طيب لازم أقول لك حاجة علمية عشان تقدر تعرف التأدير أيه بقى إيه؟ وأنت الأسرة تسمع على اللي أنا أقول لك ده التعافي حسب الكسافة وحسب الحب بيبتدي من 6 أشهر لغاية سنتين والمسألة دي محتاجة صبر وإنت هتصبر بحقه حقيقي لما أنت تتغير من جوه أنت وتحس أن أنت لأ أنا أنا بديلة حقها أنا في الحقيقة يعني أنا مش بتزل ده أنا بسترد حبيبي أنا هو اللي هو فيه دوت بسبب أنه هو موع قوي لأنه كان بيحبني قوي هتقول لي طيب ما هي ممكن تكون بتتدلع يا سيدي هي لو بتتدلع هي الكلام ده مهمة عشان هي تتعافى لو أنت لو أنت مقرر أن أنت هتستعجل ممكن تباوز كل حاجة هدي بالك اللحظة اللي بيحصل فيها التعاف والانتقال هي لحظة مش هي المسؤولة عنها بالمناسبة القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن بتقول لي طب هي تحاول مين قالك أنها ما بتحاولش هي بتحاول ده فيه أنا آسف يعني أقولك التعبير كده بس إحنا عارفينه في الإرشاد الزواجي فيه كلاب سهرانة في جواها الحب بيصرع إيه؟ بيصرع الكرامة والجرح والكسر اللي هي فيها فطول بالك هقولك حاجة عالطيب خطرك وممكن تساعدك كتير قوي إدعيلها إدعيلها كتير إدعيلها كتير لأن ربنا سبحانه وتعالى ويا أن هي تتجاوز ده لأن إفرد هي شخص حساس الشخص حساس أصلا بطبعه ما بينساس بسرعة فدعيلها ربنا يكون فعونا وصدقني كل يوم أنت فيه بتثبت على أنت بتعمله ده بيكسر جزء من الجدار اللي بينك وبينها أصبر وادفع باللاتي هي أحسن ادفع باللاتي هي أحسن ادفع باللاتي هي أحسن فاكر الراجل لما جيه لحظة النبي قال له أنا دفعت باللاتي هي أحسن وعملت كل حاجة بس ما حصلش إنصلاح قال له لا الله صادق في مقال ولما يقول لك ربنا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يبقى أنت لازم تدفع باللاتي هي أحسن ادفع وعرف أن الحسنات هي زيبن السيئات هيتهدى الجدار واتبقى في أحسن حال كمل وما تخافش واتأكد أن قلبها مش مقفول بس هي بتسارع بتقول إيه اللي يضمنني في اللحظة اللي هتحس إن انت وصلت إلى حد إنك تستحق إن هي تعيد الثقة فيك هتعيد الثقة فيك وربنا هيوفق إلى ده ادعي لها وقدعي نفسك وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمكم ويفتح عليكم ويرزقكم رزق حسن لكن إياك تستعجل أنا بقولك إياك تستعجل اللي استعجل مش في مصلحتك يا سادة النهار ده هو واضح إن احنا تكلمنا في موضوع مهم وأظن إحنا ممكن نفكر إن احنا نتكلم في الموضوع ده مرة تانية من وجهات نظر تانية ومن مداخل تانية لإن الموضوع في الحقيقة يستحق إن احنا نتكلم فيه والموضوع ما هوش هاي مش عشان الخيانة ديت بتتعلق بشيء ممكن يحصل له بات سكتور والتليفون يروح والتليفون يبوز يبقى الفكرة ماتت ولا يبقى الشيء الخارب اتعمر الحاجات دي بيحصل فيها انتكاسة وتقف وترجع تاني إحنا محتاجين ندخل في رحلة من رحلات التحصيل للنفس وكمان رحلة من رحلات التعافي تعالوا نكون نعاون لبعض قربوا من بعض إخيانة الإكترونية هي شغل فجوة وفراغ بيحصل ما بين قلبين كانوا لازم طول الوقت يكونوا أقرب لبعض من أي حاجة تانية اتوكلوا على الله ولو أي حد خايف من أي حاجة يبتدي النهاردة ويتكلم مع شرك حياته مش يدعبس في حياته يدخل كجزء أساسي من حياته وربنا يوفقه أنه يكون عاوني لي أنه يجعل قلبه دايما مستحضر أنه ربنا نظر إليه يا رب جعلنا دايما من أهل الحياة منك اللي يخلينا دايما نصون الأمانة ونصون المحبة ونصون كمان العشرة وجعلنا يا رب من الراضيين المرضيين اللي الرضا يملأ قلوبنا ويملأ فراغنا ويخلينا دايما عايشين بمددك يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين